يمكنك أن تفعل مرحباً أو يمكنك أن تفعله حدث أهلا وسهلا فيكم طلابي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب يشرح لي صدري ويسل لي أمري وإهل العقدة من لساني يفقه قولي تفضل يانور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألا أستاذ طارق حيال الله أهلوا وسهلا ربي يحفظك مساء الخير يا جماعة أهلوا وسهلا فيك حبيبنا أستاذ طارق ربي يكرمك لا بالعكس ربي يحفظك كل الاحترام حبيب القلب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألا أستاذي غني عن التعريف طبعا الأستاذ طالق عثمان مدرس الرياضيات للتوجيه ما شاء الله عليه يعني علامة في الرياضيات ربي يحفظه طيب يا جماعة نرجع لحصتنا ونقول كنا نحكي إيش إحنا؟ آه المقدمة طيب معاكم محمد المراجدة طبعا مدرس لغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية في منصة ثراء التعليمية الحصة هاي إن شاء الله راح ينفوت بقطعة جديدة واللي هي موجودة فيه الـ Students Book الكتاب اللي ملون وهاي آخر مرة راح أحكيهن ملون وغير ملون ترى ديروا بالكم Students Book page 46 صفحة 46 Exercise 3 التمرين الثالث والقطعة بعنوان سناء النوكلير فيزيسست تابعوا على اللفظ كويس الله يرضى عليكم النوكلير فيزيسست شو اللون اللي نأخذه؟ يلا هاتب نفسجي بحبو أنا النوكلير هاي نوكلير معناها نووي فيزيسست 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 معناها عالم فيزيائي أو فيزيائي أوكي؟ طيب خلينا نحكي عن سناء اللي هي عالمة الفيزياء النووية أو الفيزيائية النووية ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش مع سناء حس الخط ثخين شوي قديش حاطينه؟ احنا لا نزغروا طبعا زي كل قطعة إن شاء الله تعالى رح نشرح القطعة بمعانيها بالضمائن رح نرجعها لأصحابها إذا في أسئلة ممكن أن نطلعها من القطعة رح نطلعها إن شاء الله تعالى فتبعوا معي كويس حضروا الدوسيات قدامكم افتحوا الدوسية أو اللي ما عنده سييفتح الكتاب قول بسم الله الرحمن الرحيم والكل يمسك القلم interviewer اللي هو المذيع دائما وأبدا احنا في عنا في المقابلة مقابلة اللي هي interview في عنا عناصر المقابلة اللي هي موضوع المقابلة اللي هي topic وعنا interviewer اللي هو المقابل الشخص اللي بيقابل تمام وعنا interviewer اللي هو المقابل الشخص اللي احنا بنقابله تمام هون interviewer اللي هو المقابل أو المذيع شو بقول good afternoon and welcome to your career in science مساء الخير ومرحبا فيكو في برنامج حياتك المهنية في العلوم career معناها حياة المهنية الشغل يعني مسيرتك في الشغل اسم البرنامج your career in science برنامج حياتك المهنية في العلوم in the studio today we have سناء a nuclear physicist في الستوديو معنا اليوم راح يكون سناء معنا اللي هي عالمة فيزياء نووية who is going to tell us about her job هو هاي عائد على مين اللي هي والتي ستخبرنا مين اللي بديو يحكي للناس عن شغله اللي هي مين سناء فهو عائد على سناء her job راح تخبرني عن شغلها شغلها شغل مين شغل سناء برضو فهر جاب عائد على برضو سناء اوكي مش هر جاب كلها بس her عائد على سناء welcome سناء how are you today برضو اليو هاي عائد على مين بيسألها كيف حالك اليوم عائد برضو على سناء كيف حالك اليوم فسناء بترد قل hi i'm fine thanks it's good to be on the show قل له شكرا جزيلا اموري تمام وانه من اللطيف يعني اني اكون معاكم في البرنامج او من الجيد اني اكون معكم في البرنامج interviewer المذيع i'm sure we'd all like to know about your job what exactly do you do هذا السؤال مهم what exactly do you do هنحكي عنه فبقولها انا متأكد انه كلياتنا we would all like to know كلياتنا حبي نعرف عن شغلك about your job what exactly do you do لما واحد يسألك what do you do مش معناها شو بتعمل لا هاي معناها شو بتشتغل زي لما يقول لك what is your job اوكي what is your job شو شغلك what do you do شو بتشتغل نفس ايشي فاذا حدا سألني what do you do محمد بقول له i am a teacher انا مدرس وطب what is your job محمد my job is a teacher اوكي فنفس الاشي يعني what is your job what do you do نفس القضية الثنتين all right what exactly do you do يعني شو بتشتغلي بالضبط السنة بدها تشرح عن شغلة الآن فبتحكي i mostly mostly معناها في الغالب في الغالب اوكي i mostly يعني في معظم الأحيان work with nuclear engineers بشتغل مع مهندسين نوويين to produce لإنتاج new forms of equipment لإنتاج أشكال جديدة من المعدات equipment اللي هي المعدات والequipment هاي معدات مش بس المعدات المرتبطة بالأشياء النووية لا هي معدات بأي شي شو مكان العدة احنا بنحكي للعدة صح ولا لا نفس القضية الواحد عنده في البيت هيك صندوق حاط فيه براغي وشو اسمه مفكات ومش عارف ايش اشياء زي هيك بحكوله ايش هذا equipment عدة فأي عدة لأي شي بحكولها equipment اوكي it's hard work الشغل ما له الشغل شاق علي انه العمل شاق فإت هاي عائدة على ايش ات عائدة على ايش على الشغل تبعها اوكي it is hard work but i enjoy the intellectual challenge لكني انا بستمتع بالتحدي العقلي او التحدي الفكري طبعا شغلها كعالم الفيزيان وي اكيد في تحدي فكري شاق فهي بتستمتع في هذا التحدي الفكري interviewer can you describe a typical day at your work يعني هل بإمكانك انك توصفي لنا يوم طبيعي او يوم عادي typical معنى عادي او طبيعي هل تقدر توصفي لنا يوم طبيعي في عملك في شغلك سنة شو بتحكي well there isn't really ever a typical day بتقول ما في يوم عادي ابدا انا عندي لما نستخدم كلمة ever معنى في معناها ايش ابدا ابتين في الشيء بالمطلق يعني بتقول لك انا ما في عندي ابدا يوم عادي نهائيا sometimes بعض الاحيان i work from 9 am to 5 pm بعض الاحيان انا بشتغل من الساعة 9 الصبح للخمسة المساء but i might have to travel from one end of the country to the other شوفوا لي هذا التعبير خلينا نحكي فيه to get to where i'm needed فبقول لك لكن مرات انا بضطر او ممكن انا اضطر اني اسافر من احد اطراف البلاد one end of the country يعني نهاية نهاية واحدة خلينا نترجم حرفي one end يعني نهاية واحدة of the country نهاية واحدة من البلاد او من الدولة اللي انا فيها اي معنى اخر نحكي من احد طرفي البلاد to the other الى الاخر للنهاية الاخرى يعني هي بتسافر ممكن زي لما نحكي ايش احنا عنا احنا في الاردن لما اقول لك from one end of the country to the other يعني من وجهة الى وجهة اخرى زي لما انا اسافر مثلا من اربد الى العقبة تمام؟ هاي from one end to the other اوكي from one end of the country to the other بس هما طبعا احنا الاردن عنا صغيرة هما في بتحكي في امريكا امريكا كبيرة جدا فممكن ان الواحد يسافر لعشر ساعات واثناشر ساعة بالسيارة انا قاب بحكي تمام؟ فهاي تعتبر from one end to the other اوكي مسافة بعيدة to get to where I am needed to get to للوصول الى هاي to get to معناها للوصول الى مش الحصول للوصول الى حيث يحتاجونني لحد لوين ما بحتاجوني فانا مرات بضطر اسافر من وجهة الى وجهة في البلد حتى اوصل للمكان اللي بحتاجوني فيه sometimes I have to work at night to complete my experiments قل لك بعض الاحيان انا بشتغل او لازم اشتغل في الليل حتى اني اخلص اللي هي تجارب اللي عندي and at other times وفي اوقات اخرى I have to write a report very quickly لازم اكتب تقرير بشكل سريع I have to work very long hours from time to time وانا بتوجب عليه اني اشتغل ساعات طويلة من الحين الى الاخر او من وقت لاخر interviewer طبعا هذا الحكي بيدلل لي انه شغلها ماله صعب مش سهل كمان وكيفا اذا اجا سؤال بيقول لك مثلا describe how او مثلا بيقول لك describe سناء زجاب هاي الاشياء اللي بدك تحكيها اللي هي حكيناها الان من عند هاي ها شايفين من عند هون الى هون ممكن الواحد يأخذ ملخص ويحكي هي كيف شغلها اذا سألك مثلا انه how hard is سناء زجاب and why how hard do you think سناء زجاب and why يعني قديش بتظن صعوبة شغل سناء وليش فممكن تقول له it's very hard شغل صعب كثير شغل شاق كثير بعدين بتفسر ليش انه sometimes she has to work very long hours she has to travel from one end of the country to the other يعني تذكر للأشياء والصعوبات اللي في شغلها هون interviewer are there any other kinds of work that you do يقول لها هل في أنواع أخرى من العمل انت بتشتغليها سناء I used to teach used to used to ولما ييجي ركزوا معاي في المعلومة هاي لما يكون عندي used to بعدين ييجي عندي verb base يعني I used to teach I used to work I used to play I used to read هاي بتحكي عن عادة قديمة كانت تمارس قديما والآن توقفت هذه العادة لما ييجي يحكي لك مثلا واحد هل أنت مدخن يقول لك لا والله كنت أدخن شو معناها؟ معناها أنه الأيام هاي بطر الدخان صح؟ ولا لا same thing لما يقول لك I used to smoke أنا اعتدت أن أدخن لو أقف هون منفهم منه أنه هاي العادي بطلها but now I don't لكن الآن ما بدخن same thing هون فهي لما تقول لك I used to teach فلما ييجي عندي used to وبعدي verb base اللي هو teach يعني منستنبط من هاي الجملة أنه هي كانت تدرس والآن بطلتها فشو تقول I used to teach physics at a university أنا اعتدت أو كنت أدرس فيزياء في أحد الجامعات so I spent a lot of time with students فيذلك أنا قضيت شايف حتى لما تحكي بعد used to teach لما تيجي تكمل بتكمل بالverb to اللي هو التصريف الثاني الفعلي هو الماضي لأنه يبتحكي يعني إشي صار في الماضي والآن انتهى so I spent a lot of time with students إذلك أنا قضيت وقت كبير مع الطلاب I really enjoyed teaching شايف برضو enjoy dd بالماضي فبتقول لك أنا استمتعت أنا حقا وفعلا استمتعت بالتدريس but ولكن but now شايفين ها هنا الفصلة خلص الآن هي اعتادت إنها تدرس قضت وقت كثير مع الطلاب استمتعت بالتدريس بس الآن اتغير الموقف فهذا الإشي من هون لازم يكون إيش present لهو مضارع هذا كان بالpast بالماضي والآن توقف الآن الشغل اللي بتشتغل عليه هايو بالpresent بالمضارع فشوف شو الزمن اللي حتستخدمه مضارع ولا لا شو بتقولك اي دو ولكن الآن اي دو شايفين دو هاي فرب ون مضارع اي دو الوت مور ريسيرتش الآن أنا مشغولي بالأبحاث أكثر بعمل الأبحاث أكثر اي اوزو دو نفس الشي فرب ون أتوقع الفكرة وضحة الآن I also do practical hands-on work practical معنها عملي hands-on معنها تطبيقي فأنا الآن قاعد بعمل أعمال تطبيقية عملية وعملية تطبيقية like زي إيش testing testing هاي خلوا بالكو هاي مش verb هاي ناون وهذا عبارة عن جرند أوكي اللي هو هذا عبارة عن مصدر فإذاك بنعمل معامة اسم like testing the safety of the radioactive levels in different locations مثل اختبار testing اختبار أوكي مثل اختبار السلامة للمستويات المشعة في مواقع مختلفة بنكمل interviewer how did you become a nuclear physicist كيف صورتي عالم تفيزياء نووية سناء سناء بدها تشرح الآن وبتحكي will هاي عشان تبلش فيها الكلام انتم شفتوا حكيتها أكثر من مرة زينا من نحكي باللغة العربية حسنا وبتحكي تمام well I always wanted to work in science أنا دايما كنت بدي أشتغل في العلوم I studied scientific subjects at school درست مواد علمية في المدرسة and really enjoyed them واستمتعت فيهم كثير when I left school left بمعنى غادرة لكن في القطع عنا هنا وفي هذا السياق ديروا باكو راح أستخدم هاي الكلمة كثير لكلمة context context معناها سياق تمام فخلوا باكو ما حكي context معناها سياق ففي هذا context اللي هي كلمة left مش معناها غادرة هون معناها تخرجة لأن نحكي عن مدرسة إحنا لو حكينا فلان غادر المدرسة معناته وترك المدرسة لكن هون هي ما تركتها هي تخرجت منها So when I left school لما أنا تخرجت من المدرسة I got a degree in physics and then became a research assistant فبعد ما تخرجت من المدرسة حصلت على شهادة في الفيزياء وبعدها أو من ثم وبعد ذلك اللي كلمة then معناها بعد ذلك ترتيب أحداث became أصبحت خلوا بالكو هاي verb to بالماضي became a research assistant أصبحت باحثة مساعدة after that بعد ذلك I worked still في الماضي بعدنا في الماضي I worked on a PhD اشتغلت على رسالة الدكتوراه and taught taught high verb to الماضي من teach يعلم علمة وبرضو أنا درست I taught university students before getting this job برضو درست طلاب في الجامعات أو طلاب جامعيين قبل إني أحصل هذا العمل أو هاي الوظيفة interviewer have you got any advice for young people who want to follow your career path هل عندك نصيحة للشباب اللي حابين إنهم يتبعوا follow معناها يتبع حابين يتبعوا مسار حياتك المهنية قولنا your career معناها حياتك المهنية path معناها مسار النصيحة وهي I recommend that you get I recommend that you get some kind of work experience in a laboratory to see if you enjoy the type of work يعني أنا أوصي أوصيكم I recommend أنا أوصيكم ركممن معناها يوصي أنا أوصيكم أنه إيش that you get some kind of work experience يعني أنه تحصل نوع من أنواع الخبرة العملية work experience خبرة في مجال العمل in a laboratory في مختبر to see if you enjoy the type of work حتى تشوف هل أنت بتستمتع في هذا النوع من الأعمال أو الشغل and also to see if it suits you برضو عشان تشوف إذا هذا الإشي بناسبك suits you suits you جدا مهم suits you كثير بنحكيها دائما وأبدا مثلا بتحكي مثلا this this work suits you هذا العمل بناسبك suits you معنا يناسبك أوكي فاستخدموها في اللغة جميلة وتستخدم بكثرة طبعا it آه هذا ضمير it أنا إليسا أبطلع أشوف الضمير it هذا على مين عائد على مين عائد شو هو اللي بده يناسبك نوع العمل صح ولا لا فبتصير إيش اللي هي اللي هي this type of work تمام يا جماعة although my job is very stressful although my job is very stressful آه هاي اللي كانت عنا في اللست اللي حطناها اللي هي قائمة الكلمات الربط اللي هي كلمة although بالرغم من ذلك أو على الرغم so although my job is very stressful على الرغم من إنه شغلي مرهق بضغطني كثير I find it it هاي عائدة على إيش على الجاب على الشغل I find it exciting and I enjoy it every day برضو it عائدة على job على اللي هو العمل نقول لك على الرغم من إنه العمل مرهق للغاية إلا إني بشوف هذا العمل ماله مثير وبستمتع فيه كل يوم هاي كانت قطعة سنة nuclear physicist وإن شاء الله تعالى في الحصة القادمة بإذن الله رح نشتغل على أسئلة المتعلقة في هذه القطعة سواء كانت comprehension أو كانت vocabulary والله يعطيكم العافية وشوفكم حصة الجاي سبحانك الله ومحمدك نشهد ولا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر اشتغل على أسئلة اشتغل على أسئلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر